مع انقشاع غبار معركة الانتخابات في العراق والمصادقة على نتائجها النهائية تعود الكتل والأحزاب بشكل سريع إلى تهدئة أشبه بالهدنة التي أجريت على مضض فمن هددوا وتوعدوا بالتصعيد في حال اعتماد نتيجة الانتخابات غيروا لهجتهم فالظروف على ما يبدو لم تعد تحتمل مزيدا من التصعيد وخصوصا مع بوادر انفجار صراع دموي جعل المشغل الإيراني يسارع في وضع حد للأزمة وسوق الأطراف المتنازعة إلى حضيرة الطاعة المبنية على قواعد المحاصصة وسبق المصادقة على نتائج الانتخابات أن قدمت كتل ما يسمى الإطار التنسيقي طعونا فيها واتهامات بالتزوير واعتبرت تمرير نتائج الانتخابات أمرا مستحيلا حتى أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني سماعي القآن لبغداد لم تؤدي إلى رأب الصدع بين الأطراف المتنازعة أنذاك وبدأ كأن صداما أسكريا هو الوسيلة المتبقية الأطراف الحريصة على بقاء نظام المحاصصة بما فيها واشنطن لا تريد انزلاق الأمور إلى حد يقضي على العملية السياسية برمتها فاستدعى ذلك نزع فتيل الأزمة حتى المجتمع الدولي الذي يعتبر النظام السياسي الفاسد شرعيا لن يقبل بتغيير قواعد اللعبة ولا مشكلة لديه بتدمير العراق شريطة بقاء هذا النظام مرة أخرى لا خيارا للأحزاب سوى نظام المحاصصة فهو الكفيل بإبقائها على عرش السلطة ولكن هذا لا يعني أن الأمور ستمر بسلاسة دون تعقيدات أقلها إطالة أمد المفاوضات والمباحثات على رئاسة الحكومة المقبلة وحقائبها الوزارية فالكتل التي تساق إلى التوافق بعصى المشغل لا يمكن أن تحسن اقتسام المغنم الحكومي دون مناوشات ومساومات ترجمة نانسي قنقر